باقتراب موعد المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني المقرر في الثامن والعشرين من شهر مايا المقبل ازدادت حدد السراعات بين أبناء الحزب العتيد وازدادت معها وترة تحركات كل طرف في ذل توسع دائرة الحرب الكلامية بين هذه الأخيرة التي وصل عددها إلى خمس أجنحة اتفق أغلبها على معارضتها لقرار عقد المؤتمر هذا القرار الذي ظل مطلب الفرقاء في الفترة الآخرة لم يمنحهم من إبداء معارضته من فكرة سعداني الذي يقول أن التحجيل بعقد المؤتمر جاء استجابة لغالبية معارضيه فتبينت المواقف بين الراغب في الاحتجاج يوم المؤتمر وآخر مشكل في الإجراءات المتسرعة للتحضر للموعد وبين المهدد باللجوء إلى العدالة للطعن في قرار الترخيص على اعتبار أن استدعاء المؤتمر من صلاحيات اللجنة المركزية التي لم تستدعي بعد أو من صلاحيات رئيس الحزب وهو لم يطلبها على حد تعبير بلعياط من جهته رئيس الحركة التقويمية الذي لا يعارض قيادة سعداني للجبهة دعا إلى مقاطعة أشغال المؤتمر بحجة التسرع في عقده من دون تحضير له جيدا أما الأمين العام والسابق للحزب الذي لم يحلن صراحة معارضته لخطوة سعداني بعد رغم أنه ما زال يدافع عن قناعته بأن وصول غريمه لقيادة الحزب لم يكن شرعيا فإن تحركاته الأخيرة اعتبرت السبب وراء تعجيل سعداني بعقد المؤتمر في ظل هذه الحركية التي خلقها قرار التوجه للمؤتمر العاشر بدت أول إرهاصات تكرار سيناريو العنف الذي طبع محطات عقاد اجتماع اللجنة المركزية على مدى السنوات الأخيرة فيما يتسأل الجميع عن موقف رئيس الحزب الذي يستقوي به الجميع